السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا مجموعة هامة من الأنباء وفي موضوع يعني هام يجب أن نأخذه على محمل الجد الآن شركة فونوفيا وهي أكبر شركة في ألمانيا مؤجرة للبيوت طبعاً بتلعت في الفترة الأخيرة عدة شركات أخرى انضمت لألاها قامت بشرائها وهي شركة ممثلة أيضاً في الدكس بمؤشر الأسهم الألماني إلى بيوت في عدة مدن ألمانية بتأجر حوالي 490 ألف شقة فهي أكبر شركة في ألمانيا اتخذت الآن قرار بتخفيض درجات حرارة التدفئة الشوفاج داخل البيوت ليلاً إلى 17 درجة فقط بمعنى أنه تم اتخاذ قرار من قبل هذه الشركة من الساعة 11 عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً بأن يتم تخفيض درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية فقط داخل البيوت يعني المؤجرة في هذه الشركة علماً أنه هذا سيطبق على حوالي نصف الشقاق التي تقوم هذه الشركة بتأجيرها وهي 490 ألف يعني حوالي نصف يعني حوالي ربع مليون شقة في ألمانيا نعرف نحن الآن في فصل الصيف أصلاً يعني معظمنا أكيد مع بيشعل الشوفاج أو التدفئة ولكن مع بداية فصل التدفئة الخريفة والشتاء القادم سيتم تنفيذ هذا الموضوع الآن التشنيكا اللي رح يطلعوا لأنه معظم هذه البيوت تعمل على تدفئة مركزية عن طريق الغاز وفي هذه الحالة التقنيين رح يطلعوا يعني التشنيكا في الفترة القادمة ورح يعيروا الشوفاجات بناء على هذا الأساس القرار لن يشمل الماء الساخن أو الدافئ في فترة الخريفة والشتاء القادم إذا الموضوع يمس فقط التدفئة للشوفاج لأن تخفيض درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية بررت شركة فونوبيا هذه الخطوة وهذا القرار بأمرين القرار الأول هو دعوة الحكومة الألمانية ووزير الاقتصاد بنعرف إلى تخفيف وتوفير الغاز بشكل عام في ألمانيا قدر الإمكان والنقطة الثانية أيضا لحماية الناس المستأجرين لهذه البيوت من فواتير عالية وهذه النقطة في الحقيقة اللي حابب كمان أنا أنبه عليها جدا 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 أنه فعلا نأخذ الموضوع على محمل الجد فواتير الغاز الآن عبتغلى الغاز عب يغلى ساره عالميا صار يعني حتى عدة أضعاف فنحن لازم ننتبه من هذا الموضوع وخاصة في فصل الخليفة والشتاء القادم كل من يقدر فعلا أنه داخل بيته وعنده الغاز تاما أو يتحكم درجة الحرارة أو الشفاجة أو التدفيع فعلا تنتبهوا لهذا الموضوع لأنه من باب حتى الفواتير لازم ننتبه أنه بشمانة يكون صدمة كثيرة كبيرة كل شخص فينا لما تجي الياغس عبغشنو في آخر السنة أو من كهرباء غاز أو ما شابه ذلك أو المي فلما تجينا نحن وبيجينا ناخت صالون كبير دفعة كبيرة ألف يورو ألف خمسمائة يورو ألف سبعمائة يورو في ناس تجي أحيانا ثلاثة ألف في الحقيقة تجي مثل الصائقة بتنزل على الإنسان يعني رقم ضخم هذا كتير كبير فلحتى ما يتعرض أي أحد فينا لهيك مفاجأة خلينا نقول فلازم ننتبه فعلا لموضوع يعني الطاقة ما نصره في قدر الإمكان وهي في الحقيقة ليست دعوة مني شخصيا هي دعوة من وزير الاقتصاد الألماني غوبة هابك نفسه عدة مرات لدع المواطنين إلى التوفير حيث يمكن سواء بالغاز بالكهرباء بالتدفئة بالماء الساخن في كل بديزل بنزين كل شيء يعني كل شيء طاقة ممكن نوفره لازم نوفر ريسمة نمر ويعني من هذه الأزمة يعني ونخرج منها أخويا ربما أكثر من السابق ولكن الفكرة أنه في هالفترة لازم ننتبه لهالأمور هذا القرار من شركة فونوبيا ولكن جو بها برفض ومعارضة كبيرة من الميتابونت اتحاد المستأجرين في ألمانيا وقال أن هذه الشركة ليس لديها الحق في فرض درجة حرارة معينة على المستأجرين داخل بيوتهم بمعنى أن الأمر لم يترك للمستأجر أنه يحدد إذا بحب يدفي مثلا وضعه الاقتصادي جيد ممكن مثلا يرفع التدفيع أكثر أو يعني قرر هو بنفسه كيف حابب يدفي ولكن هذا القرار أخذ يعني من المستأجر وبالتالي فرض عليه فمن هذا الباب يعني تم الاعتراض على شركة يعني فونوبيا وهذا القرار علما أنه لا يوجد قانون يعني يفرض تماما درجة الحرارة المفروض أنه يقوم الشركة بتأمينها وبنفس الوقت يعني يوجد العديد من الولاكن القرارات من المحاكم والقضاة التي تفرض ذلك فالموضوع الآن بين شد ورخي ولكن من حيث الفكرة يعني هذا القرار الكبير لأكبر شركة مؤجرة للبيوت في ألمانيا يظهر مدى جدية الموقف حاليا حتى نظل في نفس الموضوع خبر هام جدا وأخيرا وبعد معارضة لفترة طويلة حكومة مقاطعة نيدا زاكسن في شمال ألمانيا المطلة أيضا على بحر النوتزي سمحت الآن لشركة باستخراج الغاز من أمام جزيرة باكم من بحر الشمال في ألمانيا وهذا القرار يعني لا يزال بحاجة فقط الآن لموافقة المكتب اللندسان في باكباو إناجيون جيولوجي يعني المكتب المقاطعة للمناجم والطاقة والجيولوجيا إذا وافق هذا المكتب فسيبدأ استخراج الغاز في عام أو نهاية عام 2024 أيضا من حقول الغاز الموجودة هناك لحد الآن وفي السنوات الماضية كان لا يتم استخراج هذا الغاز من مبدأ حماية البيئة أو البطن ماء يعني في نوزم نعرف كل الأماكن حتى سياحية وجزر يعني مطلقة ألمانيا كتير بتحافظ على البيئة تبعيتها فعلى ما يبدو أنه الآن يعني جدية الوضع يعني حتى أدى أنه مقاطعة نيدا زاكسن سمحت الآن باستخراج هذا الغاز في يعني العامل القادمين سيبدأ الاستخراج المفروض ننتقل إلى خبر التالي خبر اقتصادي دولة جديدة ستنضم إلى منطقة اليورو العملة الأوروبية المشتركة في 1 ينوى 1-1-2023 ستنضم دولة كرواتيا إلى مجموعة الدول اليورو وتصبح العملة الرسمية فيها عملة اليورو يعني يتم استبدالها بالعملة الوطنية اللي هي الكونا فسيتدخل يعني عملة اليورو دولة جديدة وهذا دخول جديد منذ عام 2015 هناك دول أخرى مرشحة لدخول منطقة اليورو يعني استخدام العملة الأوروبية المشتركة ولكنها لم تحقق الشروط بعد منها مثلا بولندا على سبيل المثال عن أيضا الشيك عن حتى السويدي يعني أيضا لم تنضم يعني عملة استفتاء سابقا ورفض الشعب السويدي الانضمام إلى عملة اليورو عن هنجاريا أونجان كمان رومانيا بلغاريا كلها الدول مرشحة للانضمام إلى العملة الأوروبية المشتركة اليورو ولكنها لحد الآن لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها والشروط للدخول إلى عملة اليورو وهذه الشروط اكتملت الآن لدى كرواتيا وستدخل منطقة اليورو في 1.1.2023 بما أنه عملة اليورو فلازم أعطيكم فكرة أيضا لها الموضوع عملة اليورو الآن عبتنهار بشكل مستمر بشكل خاص أمام الدولار اليورو الآن ضعيف ووصلنا قبل فترة تحدثت أنه نحن متجهين باتجاه الباغيتيت يعني التساوي بين عملة اليورو والدولار والآن وصلنا تقريبا إلى هذه النقطة قبل فترة لما عملت الفيديو عن هالموضوع كان ساعة 1.05 الآن انخفض اليورو إلى 1.01 من الدولار يعني تقريبا صاروا متقاربين جدا في القيمة مع استمرار الانخفاض يعني إذا استمرار الانخفاض بهذا الوضع قد يعني تنزل عملة اليورو حتى تحت الدولار فعم نلاحظ تراجع كبير لعملة اليورو تحت الضغط الشديد اللي عم نشوفه الآن على منطقة اليورو وموضوع الغاز والطاقة والحرب في أوروبا فالآن يعني كل هذا الشيء يعني عب يأثر أيضا على عملة اليورو نتقل إلى الموضوع التالي ضوء أخضر من وزارة الداخلية الألمانية ووزارة العمل لاستقدام عمالة تخصصية من تركيا للعمل في المطارات الألمانية بنعرف في أزمة في المطارات الألمانية في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولذلك تم إعطاء ضوء أخضر من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل لحوالي استخدام ألفين من العمال التخصصية من تركيا ويعملون في المطارات التركية ولديهم خبرة في هذا المجال للعمل أيضا في الجباك عفاتي جونج أو كسائقين في أرض المطار أو لعدة كمان لشحن أيضا شحن داخل المطار فسيتم على ما يبدو تسهيل استخدام وإعطاء فيزا لعمل ألفين شخص علما أنه تم التأكيد على أنه سيتم إعطاؤهم على الأقل من 14.25 سنت في الساعة الواحدة وسيتم إعطاؤهم كل الإضافة يعني أيضا الفاية تاكس سوشلاك النخت سوشلاك والزون تاكس سوشلاك اللي بشغل يوم الأحد بالليل أو في يوم عطلة أيضا وتأمين سكن ملائم ومناسب لهم وهذا يعني أنه سيتم تسهيل استصدار فيز لهم للقدوم إلى الألمانيا العمل لفترة محدودة ومساواتهم أيضا بالعمال الذين يعملون يعني في المطارات الألمانية ننتقل إلى الموضوع التالي البرلمان الألماني البوندستاك صادق على مجموعة مهمة من القرارات المختلفة رح نلقي نظرة عليها بتعرفوا دائما بحاول أحطكم في صورة الأوضاع بشكل عام في ألمانيا دائما يكون عندنا فكرة عن كل شيء عبي يصير مهم في ألمانيا فالبرلمان الألماني وافق الآن في تصويت له على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو نعرف أنه 30 دولة لازم توافق ومعظم الدول هذه بحاجة لموافقة برلماناتها ألمانيا من أولى الدول الآن التي وافق برلمانها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بانتظار طبعا موافقة بقية الدول العضاء في حلف الناتو لانضمام هتين الدولتين قلنا من المتوقع أن يأخذ ذلك وقت يتراوح بين 6 أشهر و8 أشهر حتى توافق جميع الدول العضاء الثلاثين وبرلماناتها على انضمام هتين الدولتين أيضا قرار آخر اتخذه البرلمان الألماني البوندستاك هام جدا وهو أنه تم الموافقة الآن على إعادة تفعيل وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري فكل المحطات التي تعمل الآن سيتم تمديد عملها وكل من توقف عن العمل إعادة تأهيل العودة إلى العمل وأيضا الغزاف يعني كل متعلقة الأمور بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الفحم الحجري سيتم تفعيلها الآن ولكن لفترة محدودة رئيسما تمر هذه الأزمة والهدف من ذلك هو التوقف عن توليد الكهرباء في ألمانيا باستخدام الغاز والاستعادة عنه بالفحم الحجري بدل من ذلك لتوفير الغاز لفترة الشتاء القادم ولفترة محدودة استعمال الفحم الحجري مرة أخرى وذلك حتى تمر ألمانيا من عنق الزجاجة فيما يتعلق بموضوع الطاقة وتم رفض البرلمان الألماني تم رفض تمديد عمل المفاعلات النووية السلاسل التي تعمل في ألمانيا الآن في توليد الطاقة الكهربائية منعرف أنه متوقع في نهاية هذا العام تتوقف تماما على العمل ولن يتم تمديد عملها البرلمان صوت ضد ذلك أيضا قانون هام جدا تم تصويت عليه في البرلمان الألماني يعني يطلق عليه اسم الأستا باكيت اللي يكون فيما يتعلق بموضوع الطاقة الكهربائية بشكل خاص في ألمانيا وهو مشروع خاص يعني حتى بحزب الخضر ووزير الاقتصاد السيد غوبا تهابك ويعمل عليه منذ فترة طويلة وهو أحد أكبر القرارات الآن في الفترة السنوات الماضية فيما يتعلق موضوع الطاقة في ألمانيا وهذا القرار الذي تم التصويت عليه أو القانون أو الباكيت هو في الحقيقة بأن يتم الآن زيادة توليد الطاقة الكهربائية في ألمانيا من الطاقات المتجددة مثل طاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل خاص أو حتى من المياه ورفع إنتاج الكهرباء من 49% حاليا من الطاقات المتجددة إلى 80% حتى عام 2030 وهذا يعني أنه في السنوات القادمة في ألمانيا سيتم بشكل كبير زيادة عدد العنافات الهوائية التي تولد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية وسيتم دعم كل هذه الأشياء ورفعها وهذا يعني أنه مطلوب الآن في الثماني سنوات القادمة من كل مقاطعة أن تخصص مساحة 2% من المقاطعة ليتم تنصيب أيضا العنافات الهوائية بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمطارات على الأوتوبانات لتوليد الطاقة ألمانيا تريد أن تتحرر الآن من الموضوع التبعية في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية الآن فهذا يعني أنه في السماني سنوات القادمة رح ترفع ألمانيا أنتاجيتها للكهرباء من الطاقات المتجددة من 49% المفروض إلى 80% وهيكم يكون عملنا جولة واسعة على أهم المعلومات حاولت تحتكم في صورة الأوضاع بشكل دقيق وقريب لأهم الأشياء يعني اللي ممكن تهمنا فتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته